ما لازم يبقى صرحة قوي قدام المريض اتفضل احنا قلنا النوع التاني من السكر اللي هو مسي الأغلبية حالة السكر 90% في مصر مالوش سبب واحد محدد وأي مرض في الطب قعمل القاعدة كده السوداع النصفي هل له سبب محدد لا مجموعة أسباب هل له علاج قاضي يعني نيائي لا وحاجات كتير بقى في الطب كده غالينا واضحين قدام المريض دايما النوع التاني بدا مالوش سبب محدد فما فيش علاج حاسم حتى هذه اللحظة اللي حردك بتقوله واللي أنا جبت سيرته أقصد به واحد هجيب يعني صفاته بالضبط سيمين شوية وعنده استعداد دقت يرتفع أحيانا بين لقى السكر عالي شوية أمسك ده أقول له لو سمحت أو بيدخن يعني المواصفات دي بقى موجودة في مصر كتير وعيلته فيها حد عنده سكر و خمسة وقتين أربعين سنة يعني ورياضي يعني في كل حاجة ففهمه بقى انت عندك مقابلة السكر خلاص العلم حاكم على الصفة دي على منظر ده عندك مقابلة السكر عنده استعدادات هايجيلك سكر النهارد وعلى بعض عشر وقتين هيجي لو بطلت التدخين ومارست الرياضة وخليت الضغط منضبط ونظمت أكلك مش هجيلك السكر يعني مش هاخد علاج لا مش هاخد علاج كلام ده تعمل عليه تجارب و انتهت إلى شيء المتوقع ممكن يقعد سنتين وثلاثة لغاية خمس سنين ما عنده السكر او راح لدكتور وبدأ العلاق وبعد قيام شهر او حتى سنة السكر بيروح وييجي او يعني بيستجيب كويس للعلاج بقوله نفس المواصفات وقوله الكلام ده كده هنبطل علاج ممكن بطل علاج بطل ساعتين تا يا اتنين من اتنين لخمس سنين لغاية دلوقتي اختفى السكر بس بيرجع تاني عظيم يعني اللي عنده استعداد للسكر ده ممكن يقعد فترة تصل لخمس سنوات بدون اصابة بالسكر لو اتبعت العلامات الطبية الطبيعية ايوا وايضا اللي جاله السكر بالمواصفة دي المواصفة اللي هي الشائعة في مصر تدخين ووزن وا 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 ممكن لو ضبط ايقاعه ممكن بعد ما يبدأ العلاج بالحبوب ممكن يبطل دي تبدي برضو يعني توصلني الى انه الانسان برضو احنا احنا بشر وبسمحها كتير من خبرة بقى مئات الالاف اللي شفتوهم انه بالسن كويس يعني الواصفات اللي انا قلتها دي بشوفها كتير اوش وقوله لا انا صحيحة يقولي انا صحيحة كويسة وباكشف كل شوية والتحقيق كلها كويسة يا سيدي ممكن يجيلك سكر وبعدين هيبدأ وينشت بسرعة لان في حاجات تانية بكتير معاه والحاجات اللي قلتها دي كلها ملهاش اي ميزة ولا فايدة ولا حاجة يعني مش نقول حاجة صعبة اذا انا لو التزمت بان انا عايش عيشة صحية حقيقية مفيش حاجة ممنوعة منه خالص يبقى انسان صحي هياخر السكر وفعلا الناس منعت العلاج فده اللي اصد يبيه والعالم كله بيجري قرار ده بيسموا الكومون المؤقت اه ولا أنا غلطان ايو يعني السكر كامن كامن اه يعني موجود ومش محتاج علاج طب ما احنا لو انا عممنا الكشف المبكر في يعني انا يعني من حسنات المبادرة بتعمل صحة ميت مليون صحة اعتقد انهم اكتشفوا نسب لا نهائية من الامراض السارية زي السكر للأسف الشديد المبادرة الرئاسية عبر مناسبة وانا كتبتها كذا مرة لان انا طبيب واستاذ في كله الطب ترجمة نانسي قنقر